خلالنا نروح نشوف متابعتك لمطش النهائي أهلي والوداد في الأقام الأحصائيات سلوبه علمي كده إيه مدروس خلونا يعني نبدأ على طول بيه شفت إزاي بداية مطش الأهلي والوداد الأهلي بدأ مطش إزاي والوداد بدأ مطش إزاي طيب يعني أولا مباراة الأهلي والوداد دي أنا باعتبرها أنها مباراة تاريخية للنادي الأهلي يعني تدخل في حيز أو نطاق المباراة التاريخية اللي هيفضل الجمهور يعني يفتكرها يعني فيه مباراة للنادي الأهلي زي الصفاقصي زي لما كان بلعب الاتحاد الليبي وكننا محتاج للأهلي محتاج أنه يجيب ثلاث أهداف زي مباراة الأهلي في كسر العالم لليابان فيه مباراة لأن يعني بتفضل عالقة في أذهان الناس فأنا بعتقد أن هذه المباراة هي مباراة تاريخية بكل المقاييس للنادي الأهلي وستظل عالقة في الأذهان لأن نظر لصعوبة الموقف بتاع النادي الأهلي يعني هو الصعوبة أو اللي هتفضل عالقة لأنه كان موقف صعب شوية الناس ما كانش يعني موقف صعب كتير كان الناس قلنة من النتيجة اللي كانت هنا لكن خلينا نروح على طول يا سيد الرجائل للمباراة الأهلي بدأ المباراة بالطريقة بتاعته 4-3-3 النجحة جدا مع مستر كولر وفريق الوداد بدأ المباراة بالطريقته 4-3-2-1 ما بغيرش كتير فيه اللي هو باعتماد على رأس حربة واحد اللي هو سامبول السنغالي ده اللي هو ظهر بشكل كبير جدا بشكل جيد في المباراة الأولى لكن النادي الأهلي قدر بشكل عام الأسم المباراة يعني أنا العشر دقائق الأولى هو فاجئ النادي الوداد المغربي بالاستحواز على الكرة وده كان واضح جدا من التعلمات كولر إنه هو استحوز على الكرة كان فيه تدريبات بشكل يعني نقول جيد جدا للمنطقة الأمامية وإن كانت ما كملتش بنواحي هجومية مؤثرة في المنطقة الأمامية لكن الاستحواز العشر دقائق الأولى في النادي الأهلي أربك حسابات المدرب البلجيكي للوداد المغربي ثم بعد كده ونجح كولر إنه هو يعزل لأنه كان نص الملعب زحمة جدا وهم كانوا قريين النادي الأهلي قرى كويس قوي الحسوني اللاعب الوداد ده لعيب كده يعني زي لعيب الزمان بيمسك كرة بيبسم على كل كرة فكان النادي الأهلي مستر كولر خلى فيه ضغط عليه باستمرار فأصبح أنه كان صانع لعب فأصبح حتى الكورر اللي النادي الوداد بيلعبها للأمام للرجل السنغالي ده ما كانش موجودة يمكن في مبارات القاهرة جات له كورر أكتر من المباراة كان معزول تماما وده بفضل طبعا وسط الملعب وبفضل المدافعين يمكن الحاجة الوحيدة اللي اعتمد عليها المدرب الوداد هي الكورات السابتة وإحنا قلنا قبل كده بصير رجائي هنا إنه هو المدرب فاندر بروك ده ده ربع مبارا له يعني هو مسك في ماتشين ساندونز والأهلي والأهلي فهو في الفرق اللي هي بت... زي... وإحنا ضربنا مثلا قبل كده بنادي الزمال المدرب جديد جاي بيبقى حاجتين مهمين جدا بالنسبة له الضربات السابتة إنه مش هيلحة يعمل كل حاجة ثم النواحة الدفاعية أو الدفاعية غير كده صعب إنه هو يشتغل بشكل كبير لكن دي حاجتين مهمين لأي مدرب ييجي لأي فريق ولذلك هو اعتمد على الضربات السابتة وكان دي مشكلة شوية وأنا يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أخذها على كولر رغم إنه كولر هنتكلم عنه كتير همدرب هايل لكن إنه هو ما نبهش أو إدى تعليمات للعبين بشكل كبير إنه أنا أتحاشى لركلات والفاولات اللي جي منها الفاول يمكن قبليها جي فاولين برضو بنفس الطريقة ونفس يحي عطية الله ده الأشوال وكان ممكن برضو يسجل منهم ده الأشوال